لجنة المناخ في تنسيئة شباب الأحزاب والسياسيين عملت أولى جلسات الحوار المجتمعي ضمن الاستراتيجية الخاصة بيها عشان تستعد لقمة المناخ كابت ويني سيفن وإيه اللي هتستضيفها مصر في شرم الشيخ نوفمبر إيه اللي جاي إيه الدور اللي هتقوم بي لجنة المناخ في تنسيئية بخصوص أهداف قمة المناخ إيه هي الاستراتيجية اللي وضعتها وإيه شكل وطبيعة الحوار المجتمعي اللي بدأ تنفيزه خلال اليومين اللي فاتوا ده كله هيجاوبنا عليه الأستاذ أحمد فتحي عضو تنسيئية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منوارنا فيه صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير على حضرتك يا أهلا بيك منوارنا قبل ما نتكلم عن جلسات الحوار المجتمعي المتعلقة بالمناخ مين كان حضرها إيه هي مخرجاتها عايزة أعرف منك إيه الدافع اللي خلى التنسيئية أنها تعمل لجنة خاصة بالمناخ طبعا يعني التنسيئية كأحد الكينات السياسية الكبيرة اللي موجودة في البلد عندنا رغبة في ظل كمة المناخ اللي موجودة عندنا في شرم الشيخ أن يكون فيه نوع من أنواع الحراق مش بس الحراق المجتمع المدني أو التعرفي لكن يكون كمان عندنا حراق على المستوى السياسي أن احنا يكون فيه موضوعات متعلقة بالكمة والكل يعني بيكمل بعضه عشان نقدر نوصل لكمة نكحة يكون تشارك فيها الجميع على المستوى السياسي أو المستوى المكامل المدني أو المستوى الحكومي ونقدر نخرج بحاجة مشرفة بالنسبة لنا على المستوى المصري أو المستوى العام طيب من وجهة نظرك يا حمد إذا هي تم ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الموطنية الخاصة بتغير الملاخ بفكرة استراتيجية التنمية المستدامة طبعا ده سؤال مهم جدا كل الأمور ببني على بعضها يعني ببني نبص على الاستراتيجية الوطنية الملاخ 2050 اللي تم إصدارها الشهر الماضي من وزارة البيئة أو إذا كانت أهداف التنمية المستدامة 20-30 فبالتالي هدف التلاتاشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي فبالتالي هو جزء من أهداف التنمية المستدامة اللي احنا بنقوم عليه فبالتالي طرح استراتيجية وطنية دي حاجة مهمة جدا وفي انتظار صدور تقرير الانبعاثات الـ NDCs للتقرير الوطني اللي بيصدر كل خمس سنوات والتحديث بتاعه فبالتالي هيكون فيه موضوعات مهمة وفيه أداء مهمة من الاستراتيجيات عشان نقدر نربك كله مع بعض يعني الأمور كلها متكاملة مع بعضها عظيم نجي نتكلم بقى عن جلسات الحوار المجتمع المتعلقة بالمناخ اللي بدأت قبل يومين إيه الهدف منها؟ مين كان حضرها وإيه مخرجاتها؟ الهدف طبعا من الجلسات التنسائية عندها استراتيجية كبيرة لكمة المناخ ما تم الإعلان عنه إن إحنا هيكون عندنا زي جلسات حوار مجتمعي للوصول بورقة عمل ماذا يريد المصريين من كمة المناخ 27 فكانت البداية مع شركاء التنسيقية اللي تم توقيع بروتكولات تعاون معاهم من وزارة الصناعة جهاز المشاريعات الصغيرة المتوسطة جامعات القاهرة ووزارة الشباب والرياضة إن إحنا حابين نسمع يعني إحنا مش حاس حابين إن إحنا نقوله هم بيعملوا إيه حابين نشوف بيعملوا إيه وحابين نشوف إحنا كمان نقدر نعمل إيه وحابين نشوف الأمور المتعلقة كمان اللي وقفة في النص اللي ممكن يكون لها النوع من أنواع الحراك إن إحنا نقدر نعمله أو نقدر كمان إن إحنا نستفيد منه ما بيعملوا في أعضاء التنسيقية نحن ندرحه على الجمهور فكان وضع الجلسة مهم جدا وبداية إن يكون فيه سلسلة من الجلسات عشان نوصل لإجابة لسؤال ماذا يريد المصريين من كمة المناخ 27 وبالتالي يتم تقديمه إلى رئاسة كمة المناخ إن شاء الله نقدر نقول إن دي زي خريطة تعاونية مع كافة أجهزة الدولة بالظبط يعني للوقوف على كل ما يعني يكون مهم يكون موجود في قمة التغيرات المناخ بالظبط يعني خليها نتكلم في الجانب فاني شوية مش كل اللي إحنا هلبقى من إحنا بيه هنقدر نحطه جوة كمة المناخ لأن كمة المناخ ليها مديول واضح بيتم وضعه حاليا في ألمانيا وبيتم المراجعة بتاعته لكن على الأقل نقدر أن يكون فيه سايت ديفنس بيتعامل جوالكوب يكون فيها طرح بعض الموضوعات يكون فيه أوراق بتصدر والعالم كله بيتفرج علينا والعالم كله مهتم بينا يعرف الاهتمامات كمان اللي موجود عندنا إيه خصوصا إن إحنا من الدول اللي بتتأثر ومتعرض ليه أثر تغيرات المناخية بشكل كبير جدا وكمان مصر تستطيع في كمة المناخ مش بس باسم مصري يمكن استطيع في اسم القرارة الإفريقية كلها فبالتالي أصبح عليها مسئولية كبيرة وكمان مسئولية أكبر إن اتنين كمه في المطالة العربية بعد مصر كمة المناخ راحة الإمارات الشقيقة فبالتالي هيبقى عندنا زخم كبير جدا في المنطقة فبالتالي طرح أفكار ثم طرح بعض الحلول ثم طرح بعض التوصيات هيقدر يوصل بينا في الآخر لقمة المناخ نجحة ويوصل كمان إن المواطن بسيط يستفيد أو يفهم إيه هي كمة المناخ وليه إحنا عندنا كمة المناخ وإيه اللي هيحصل في قمة المناخ كل دي حاجات يمين نحن نوصلها للمواطن البسيط ويمكن ده ممكن تقدروا تعملوا من خلال مسألة الحوار المجتمعي بالضبط يعني إحنا طرحنا إن إحنا هنلطاقي حكوميين هنلطاقي برلمانيين هنلطاقي نقابات هنلطاقي مجتمع مدني هنلطاقي شباب يعني في الآخر نقدر نطلع بصورة كاملة فيها الجميع يعني دون إقصاء لأحد كل القطاعات المعنية بالملف المناخ إن إحنا نقدر نتحاور معهم بالأدوات المختلفة الموجودة لدى التنسية سواء إذا كان الأدوات موجودة بجلسات حوار المجتمعي أو موجودة بأسئلة من خلال أعضاء البرلمان الموجودين عندنا أو ما إلى ذلك نقدر نوصل لصورة شملة نقدر نطلع بها للمجتمع بورقة عمل تحت شعار ماذا يريد المصريين من قمة المناخ عظيم جداً كشخص معني بالمناخ ماذا قدمت مصر لهذا المؤتمر وهذا القمة قمة المناخ اللي هتوقت فيه نوفمبر القادم بصفة تقعد فيه التنسيقية ومسؤول عن هذه اللجنة لجنة المناخ وكمان فيه مؤسسة شباب بتحب مصر يعني لما نيجي نبص مصر قدمت إيه لكمة المناخ هنرجع بالتاريخ شويتين ثلاثة هنرجع لـ 1972 أول كمة بيئة اتعاملت كانت في استوكولم دكتور مصطفى كمال طلبة وهو أحد الباردين ومؤسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة مصر قدمت على مدار السنين ترقص الأمم المتحدة للبيئة الأكتر من 20 سنة ثم كانت الدور الأكبر لمصر كان في كمة المناخ في باريس 2015 عندما ترقصت مصر المجموعة التفاوضية الإفريقية وعندما تحدث السيد الرئيس نيابة عن القرى الإفريقية كلها عن الطموحات بتاعة القرى الإفريقية وعن التأثر اللي بيحصل لدى القرى الإفريقية ثم بعد منها يعني كان عندنا دور كبير في مجموعة المفاوضين عندنا يعني من أشطر وأمهر المفاوضين اللي موجودين في العالم في وزارة الخارجية المصرية اللي بيديروا الملف التفاوضي المعني بيئة طغيرات المناخية كمان مصر بتجهز فيه القمة مجموعة كبيرة جدا من الأطروحات لكن التحديات كمان كبيرة نحن ده من اللي بنيجي نبص على القمة إن هي حاجة عظيمة جدا عندنا أزمة طاقة عالمية موجودة عندنا حرب قيمة عندنا أزمة تضخم لازم نحط كل حاجة على التراويزة وإحنا بنفكر عشان القمة تطلع بأعلى مستوى نقدر إحنا نمر به فبالتالي قمة جلاسكو لم تفي بالوعود لم تفي بما كنا نتمنى آخر يوم في جلاسكو وأنا أتذكر هذا اليوم جيدا إن كان المفروض يطلع قرار التخلص من الفحم وفي آخر دقايق تدخلت بعض الدول إن إحنا هنقلل الاستخدام فبالتالي طبعا كانت حاجة مدت يوم فبالتالي حطت مسؤوليات أكبر على قمة شرم الشيخ وبالتالي هي قمة مهمة جدا للعالم إنه بيتجمع وإنه بيقعد في ظل كل الأزمات الطاحنة وفي ظل كمان التأثر الكبير اللي بدأ يظهر على كتير من الدول طيب إحنا كان ممكن نتكلم عن الملفات القادمة الملفات في القمة القادمة أهم هذه الملفات وليمكن أنتوا ابتريتوا داخل جلسات الحوار الوطني تطرحوها بالفعل هو طبعا يعني الجلسات أو ماذا سيتم تناولوا داخل قمة المناخ الأمور بتمشي إن كل دولة بتعد للتراتيجية بتاعتها وبتعرضها على الأمم المتحدة أو الاتفاق لطريقة الأمم المتحدة لأتغارات المناخية ويتم تمنقشة هذه الموضوعات بشكل داخلي عشان يقدر يوصلوا لحاجة مهمة إن هي إيه اللي هتم إكراره مش كل اللي إحنا بنحلمه نقدر ندخل به كمة المناخ فيه إجراءات مهمة عشان نقدر ندخل ملفة من الملفات طبعا مصر من الملفات المهمة جدا هو ملف التمويل المناخي إحنا دولة متعرض تأثر كبير جدا لساحة البحر المتوسط عندنا إحنا دولة عندنا درجة الحرارة بترتفع بشكل كبير جدا إحنا دولة عندنا تأثير على الزراعات لذلك كان فيه توجه من الدولة لنحط بدايل كمان عندنا مسئولية إن القرى الإفريقية كلها فرقة بيتنا يعني إحنا بنتفاوض بإسم إفريقيا وإفريقيا بتتفاوض بإسم إحنا كلنا فيه منظومة متكاملة فبالتالي محتاجين إن إحنا نوصل لمخرج هاي مهم علشان الشعب الأفريقي كله اللي بتأثر به التغيرات المناخية إن إحنا نقدر ندخل فيه دفع كبير لعملية تمويل المناخ يكون فيه دفع كبير لعملية التخفيف من أثر التغيرات المناخية والأهم التكيف والتكلفة أنا دلوقتي بتأثر مين هيساعدني في إن أنا أواجه التأثر بتاعي فظل إن أنا دولة نامية واقتصادي نام مظبوط طيب أنت كنت بتتكلم من شوية عن قمة ستوك هولم وأنت كنت مشارك في هذه القمة من كام يوم وعايز أعرف منك طبيعة مشاركتك كعضو في مؤسسة شباب بتحب مصر كانت عاملة إزاي وكمان المديرة التنفيذية بحسب ما أعرف يعني المديرة التنفيذية الخاصة بالأمم المتحدة للبيئة حضرت الجلسة اللي أنت كنت موجود فيها وكان عنوانها ربط التغيرات المناخية بالشباب إيه أهمية ده هامش ستوك هولم كانت بعنوان الشباب من باريس ستوك هولم إلى شرم الشيخ أفوظبي وكننا بنشره بأن إحنا عندنا منصة قوية جدا جدا تم تقسيمها على جزئين الجزء الأواناني كان جزء الشباب كان موجود فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لأتغارات المناخية من الشباب وكان موجود فيها ممثل منطقة الشمال أو الشمال لتحالف يونجو لتحالف الشباب في الاتفاية الإطارية للأمم المتحدة للأتغارات المناخية وكان معانا منسق الشباب للمجموعة بتاعة رائد المناخ وكان موجود من رئيس المجموعة الرئيسية وأصحاب المصلحة في أمم المتحدة للبيئة الشق التاني كان موجود معانا معالي وزيرة البيئة المصرية وكان موجود معانا رئيس اتفاقية ستوك هولم بلاس 50 وكان معانا كمان مبعوث المناخ الخاص الإماراتي وفجأت وإحنا بندير الجلسة أن سيدة إنجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دخلت وقعدت في آخر صف كده وعملها بتتفرج وعدتها ربع ساعة أو حاجة وبعد كده يعني دت لها الكلمة أو رحبت بيها أن هي موجودة معانا وكانت سعيدة جدا تقول أنا جاي أسمع الشباب أنا عاوز أعرف الشباب إيه النيدز اللي موجودة عنه وأسنت على الدور اللي مصر بتقوم بيه وإن الحكومة المصرية استعدادتها وإن هي عندها ثقة إن مصر هتدي مساحات أكبر للشباب إن هو يبقى ممثل داخل كمة المناخ فكانت جلسة خارجين منها بمخراجات مهمة جدا إن مزيد من التمثيل للشباب مزيد من التسهيلات للشباب مزيد من الدعم للشباب والدكتورة ياسمين هناك يعني وعدت على قد ما تقدر في زلل أسف مصر كمة المناخ إنها تقدر تيسر للشباب قادر المستطاع إنهم موجودين وممثلين سواء في الأحداث الاسمية أو الأحداث الجانبية طيب اللي بيتم دلوقتي وأعلن مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء وكل الإجراءات اللي بتتم داخل شرم الشيخ لا تمن بالمسطحات المائية كل ده بيتم قبل قمة المناخ شايف ده إزاي يصب في مصلحة مصر ومصلحة مدينة شرم الشيخ على وجه التحديد كوجهة حضرية لمصر أمام العالم طبعا يعني قمة المناخة تخلص لكن المستمر والمستدام مدينة شرم الشيخ فبالتالي إن إحنا ندي مدينة شارم الشيخ مدينة خضراء مستدامة ده شعار العالم كله بيسعى إليه في ظل الهدف الحداشر من هدف التنمية المستدامة وهو المدن المستدامة فبالتالي إذا إحنا نقدر نشتغل ونقدر نحقق المنظومة دي هتبقى شارم الشيخ مدينة رائدة نقدر نطبق بها على مستوى الجمهورية هذا رقم واحد رقم اتنين كتير من السياحة على مستوى العالم بتوجه حالياً لقطاع السياحة البيئية ودايماً كتير من المهتمين بيئة الملفات البيئية أو الملفات المعنية بهذا الموضوع بيقولك أنا أنزل في فندق عنده العلامة البيئية اللي أنا هبقى ضامن أنه هو نسبة إهلاك المياه بتاعته قليلة هبقى ضامن أنه ما عندهش إهضار للطعام بشكل كبير أنا هبقى ضامن أن الفندق ده عنده نسبة وسطحات خضرة بالشكل ده فبالتالي كل دي مزايا هتحسر في شارم الشيخ وان شاء الله تبقى مستمرة لما بعد نوع الوعي اللي بتتكلم عنه ده إزاي نشتغل عليه زي يتم رفعه عند المواطن عندنا حتتين الحتة الأولينية احنا لما نيجي نتكلم على المواطن ونقوله أنك لو قفلت الحنفية بتاعتك اللي بتنزل مياه كتير ده ده تغيرات مناخي لما نيجي نقوله أن الكهرباء اللي انت بنهار على طول لو فصلتها ده تغيرات مناخي لما نيجي نقول أن انت لما تزرع شجرة أو لما تعمل حاجة ده تغيرات مناخي لما نيجي نقول لي ست البيت الجميلة وهي بتشتري الحاجة بتاعتها من السوق اشتري على قدك ولما تحتاجي تاني اشتري ده تغيرات مناخية لما نيجي نقول ان احنا بنضخ اكل في البيت والكلام ده كله على قد اللي احنا محتاجينه ده تغيرات مناخية يعني لما نيجي نتكلم على بطاطس قلبة بطاطس نحن هنجيبها لازم نبص البطاطس دي استهلكت كم لتر مية عشان توصل لنا من اول ما كانت بزرة في الارض لحد ما بقيت كيس البطاطس اللي بقى موجودة عندنا اتحامل بنزين قدية عشان تتنقل المكان اللي هي موجودة فيه كل المنظومة عشان اوصل لسباع البطاطس ده فبالتالي دي منظومة يقدر كل واحد يبقى موجود فيها عشان نقدر نقول الوعي واحنا هروح اتكلم مع المواطن اقول له التغيرات المناخية والتأثير المناخي والكلام ده كله بنسبة كبيرة هو عنده قضايا تانية اهم لكن لما اجي اتكلم معاه في حاجة بسيطة زي المية ترشيد المية ترشيد الطاقة لما اتكلم معاه في ترشيد الطعام انا كده دخلت في صلب الموضوع بدون ما اكون ادت له تأثير وده كان من الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها بشكل كبير كمؤسسة شباب بتحب مصر لما ابتدنا مبادرتنا اللي هي الكنيثة الخضرة مع قدس بابا تودرس وروحنا لطقينا سيادته اكتر من مرة والطقينا الاباء الكهنة لما بدأنا نتكلم ان لو في العزة الاسبوعية بتاعت يوم الحد قلنا للناس ان المية بتاعكم اللي قفلناها كل النصائح البسيطة اللي احنا قلناها دي ده يساهم في التغيرات المناخية وطبعا مؤسسة الزر الشريف بالزبط وده حاجة من الدين يعني بعيد يعني جزء ديني وفي نفس الوقت جزء احنا محتاجين ولكن العودة للطبيعة هو اهم شيء لو احنا عوزين نحافظ على صحة الكوكب وعوزين نحافظ على المتبئي منه من التأثيرات محتاجين احنا نرجع للطبيعة بتاعاتنا الطبيعة الام بعيد عن التأثيرات اللي احنا بنعملها في المجتمع بتاعنا عظيم ونحن نتكلم عن اهتمامات العالم كله بيئة تغيرات المناخية المدرسة الصيفية العدالة المناخية في نيروبي تم افتتاحها من يومين تقريبا او اكتر تم فتحة بالتقديم لها عفوا من يومين او اكتر فعايز اعرف الهدف منها ايه وشروط التقديم لها ايه طبعا هو يعني تم قفل باب التقديم مع الاسف كمان بزبط خديوم تقريبا باب مفتوح وبالتالي بيتم تنفيذ كل سنة مدرسة المناخ الصيفية في جامعة كينياتا في نيروبي وبينجيب فيها متوسط مدينة شابة من على مستوى العالم بيوجد تدريب زي مجلسين المصاغة لعرض انتغيرات مناخية بيعرفوا ايه هو قانون المناخ ايه هم الالتفاقيات الملزمة للمناخ ايه هو التكايف مع انتغيرات مناخية ايه هو توميل المناخ كل القطاعات اللي بيتم تنفيذها داخل قمة المناخ بيتم شرحها داخل هذا التدريب ومجموعة خبراء من على مستوى العالم هم اللي بيقدموا الشرح ده وان شاء الله يعني المؤسسة بتسعى ان احنا هننفذ مدرسة المناخ الصيفية في مصر قبل قمة المناخ بالتعاون مع التحالف وده كان يعني جهد مشكور من الدكتورة هالي السعيد وزير التخطيط لما ظهروا مصر في شهر ديسمبر والتقناهم دكتورة هالي اقناعتهم من احنا من قدر نفذ نسخة مصغرة منها في مصر فيقدر الشباب المصري يبقى مستفيد شباب برضو يعني دي شباب وبرضو قمة مستوى كم فيها جلسة برضو معنية بالشباب من 18 ال35 ان احنا ده المستهدف بتاعنا ان احنا نرفع الوعي ونرفع الكفاءة بتاعة الشباب وكلنا حطين مجموعة من الشروط زي طبعا اللغة لان التدريس باللغة الانجليزية هناك زي انه يكون حد بيشتغل في الملف ومحتاج رفع كفاءة مش حابين ناكد حد من بره خالص فبالتالي يعني ان شاء الله هو الفرصة كانت محدودة قوي يعني احنا العدد اللي هيسافر من اتنين لتلات اشخاص ما انت بتقول متين حول العالم كله بالتالي يعني ده كان مهم من الدولة المستضيفة لكمة المناخي مقا فيه حد منها ممثل للسنة اللي فاتت شارك اتنين من عندنا المؤسسة اخدوا التدريب ده فان شاء الله السنة دي يبقى نفس العدد او اكتر شوية ونبدأ حرصين كل شوية ان احنا نرفع الوعي بتاع الشباب وان احنا ندي فرصة للشباب ان هو يقود العمل المناخي طيب مدى استفادتهم ايه من التدريب ولما بيجوا هل بيكون عليهم دور ما تجاه الناس الموجودة هنا اللي ما اخدتش ده التدريب ده طبعا السنة اللي فاتت لما اخدنا التدريب كنت حريص جدا ان احنا نرشح استاذ جامعي من العضاء بتوعنا ورئيس اللجنة العلمية بتاعتنا ان هو يحضر هذا التدريب عشان جودة التدريبات المؤسسة بتقدمها نقدر ان نطابق بيها المحتوى اللي احنا بداخده على المستوى العالمي فبالتالي ما يكونش فيه مسافة كبيرة او فجوة كبيرة ما بين اللي بتم تقديمه بره بتم تقديمه جودة اول حاجة الحاجة التانية بيكون فيه ورش عمل داخل المدرسة بتدي فرصة للمشاركين لانفتاح بتاع العقول بتاعتهم على الثقافات المختلفة فبالتالي يبقى عندهم تجارب يسموهم من زميلهم الحاجة التالتة يعني ما فيش الزام لحد لما يرجع يعمل حاجة بس الزام الاخلاقي عندنا كمؤسسة اللي هيسافر وياخد الفرصة دي وهي فرصة يعني مش هتحمل تكلفة اي حاجة فيه احنا كتحالو الشايلين كل حاجة اسبوعين في كينيا فبالتالي عندك مسئولية اخلاقية انك لما ترجع هتقدر تقدم التدريب ده البعض من زمالك هتقدر تشارك المحتوى التدريب اللي انت عملته فبالتالي يكون فيه اتاحة اكبر للمحتوى والمعرفة للشباب اللي عاملين في هذا الجلسة طيب جلسات الحوار المجتمع اللي احنا خلاص عملنا منه جلسة هل هنستمر في ده هل كل فترة ما سيكون فيه جلسة وهل الناس اللي هتكون حضرة هذا الحوار المجتمع هل هي مختلفة ان شاء الله يعني مستمرة الجلسات وان شاء الله هيكون فيه كل مرة بننوع وهنستخدم مجموعة مختلفة من الادوات اذا كان دعوة الجهات الشريكة او اذا كان كمان بالنسبة لنا ان احنا هندعو بعض نستخدم الادوات بتاعتنا زي سؤال في البرلمان لبعض سؤال الوزارة يجلنا رد عليه بحاول نستخدم كل الادوات شكرا تشاركي تعاوني لكل الادوات بزرطة بزرطة أستاذ أحمد فاتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بشكر حضرتك شكرا جزينا على جودك معنا النهار شكرا لك شاركنا نهارتا